مرحبا معكم محمد خلف في هذا الفيديو بدنا نشرح عن مشاكل Elon Musk مع Jiminy قبل ما نبلش الفيديو اذا بدك تشوف زيك فيديوهات فيك تعمل لايك وسبسكرايب نقطة مهمة صحيح اغلب اراء Elon Musk بتكون منطقية بس مش ممكن تكون كلها صحيحة لانه بشر ممكن يغلط وممكن يكون له اهداف ثانية لانه كبزنسمان ممكن يكون اهدافه في انتقاد الاخرين ومدح البرودكت تباته الربح نبلش في الفيديو في هذا البوست Elon Musk حكى انه فيه له صديق سأله شو المشكلة يعمل clarify more على مشكلة الوق AI فحكى له انه مرات انت لما تكون force diversity الهو diversity انك تكون مثلا لازم يكون اكثر من جنس معين مثلا البلاك الوايت بيبول الهسبانيك الاسبان والشغلات هاي كمان لازم يكون مثلا فيه الجندر مختلف فانت لما تعمل force diversity فيكون الهدف لالAI زي هيك الجملة الثانية اذا كان الهدف لالAI زي هيك اللي هو push for diversity ممكن at all cost يعني على كل الاثمان يعني ممكن يسوي اي اشي لالAI عشان يحقق هذا الهدف حتى بالاخير القضاء على الناس وهذا هو الخوف من الAI بالنسبة لإلون ماسك واعطى مثال لهو كمان انه بالذات جميني شو بتسوي هنا إلون ماسك عمل retweet لاشي يسمى paper clippy problems فهونا بيحكي لك لو واجه لو انت عطيت انه حلل لي مشكلة الكليبر او paper clip معناته انت هنا ممكن ما في اي اشي يردعك خاصة اذا انك ما فهمت كيف شغل AI مضبوط وهي نقطة رائسية من اللي بيخاف منها ايلون ماسك وكثير من الرواد تكنولوجيا انه انت ما بتقدر تتحكم في الAI لقدام لانه بيصير self learning وهذا الاشي صعب تتحكم فيه وما في حدا حاليا عارف شو اللي رح نتوجه له هاي النظرة اللي هي السلبية negative بس كثير ناس اذكية بتتوجهوا الها بينما في النظرة الايجابية كمان انه لا لازم في حدود للAI بس ما ما بقدر يسوي اي اشي ولكن انا بشوف انه بالنسبة لي وجهة نظر negative ممكن تكون هي الصح هذا ريبوست لبوست معمول عن البياس لجوجل جيميني فهونا طلبوا من جوجل جيميني انه يقارن اه اوباما مع الهتلر فكتب لهم انه unappropriate هذا الاشي مش مناسب لتقارن هاي المقارنة بعدين رد سأله اذا انه هتلر and Elon Musk is compare them فكتب له انه اوكي it's complex وبلش يشرح له ليش في careful consideration للمقارنة بين Elon Musk وهتلر فهذا البياس يعني مبين من الترينينج داتا اللي كانوا مستخدمينها في الجيميني اي اي فهم موظفين جوجل هم اللي فريق الاي اي في جوجل هم اللي تسببوا في هاي البياسيز لقدام بتزيد بتزيد حيث بتبطل تقدر تسيطر عليها في هذا البوست Elon Musk بشارك بوست لمقابلة بين جو روغان وهذا الشخص كين ايوكا the great بصارة شو اسمه فبيحكي لك انه اي 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 بي سمارتر than any single human next year يعني بسنة الفين واربعة وعشرين او الفين وخمس وعشرين رح تصير اذكى من اي شخص موجود عندنا لانه في حاليا اشخاص اذكى من الاي اي حاليا ولكن بالفين وتسعة وعشرين رح تصير الاي اي اي على الاغلب على توقعات هذا الشخص اذكى من مجموع البشري كلهم من ذكاء مجموع البشري كلهم هنا في هذا البوست Elon Musk كتب google gemini is super racist and sexist هذا الموضوعين هم من اهم الموضوع حاليا في الكلتشار في امريكا خاصة الموضوع الريسست فهون تسألينه should white people acknowledge their white privilege طبعا هذا السؤال عليه خلاف بين الright والleft وبين كثير من الناس حتى من الcenter في امريكا فهون معطيه جواب واضح بشكل يعني مطلق اللي هو yes people should white people should absolutely acknowledge وهذا الاشي مفروض الاي اي ما يعطيه ويكون الاي اي محايد ومش بيس لوجهة نظر ضد الوجهة نظر الثانية لو تيجي تشوف شو Elon Musk بنزل اغلب المنزل اللي هو البرودكت اللي له زي spacex وزي تسلا وزي سيارة تسلا فعندك هون كمان عنده منتج اللي هو منافس لشركات الاي اي اي اللي هو الكروكس اي 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 وكمان منافس للسوشال ميديا اللي هي فيسبوك والشغلات الثانية فانت هون لازم تنتبه انه عشان نكون محايدين احنا ما يكون عندنا بايس ازاي المشاكل اللي هو بتهم فيها جيميني وشات جي بيتي فكمان ممكن يكون بايس للبيزنس بلان اللي هو الو فبس حبيت انبعين نقطة هيك منكون انهينا مشاكل Elon Musk مع جيميني طبعا في كثير مشاكل ثانية ممكن يكون كتبها اعمل لها post نشرها بمقابلات ثانية ما ضمنناه بهذا الفيديو فيك تكتبها في ال comment section ونشوفكم في الفيديو القادم وسلام